كنتش عاوز ناجي ولا ايه؟ معقولة يا امه، البيت بيتك طبعاً ما قلت ليش، ايه رأيك في الصراية؟ زينة، حلوة الله حلوة قولك ايه؟ قولي يا امه اعوزيني نتكلمو كلمتين حبيبي فضلي الله يرحمك يا غالي الله يرحمه يحسن اليه ويبجمش الطوبة لتحت راسه امين يا رب مروان انا فهمعك حبيبي ولدي ونمك وعرفك حتى من طلة عينك يعني انت مش جاء عشان خاطر حسن واللي انت بتعمله ده؟ مش عشان حسن مش قلت انك انا فهمعك فضلي امه يزيد فضلك حبيبي تعال انت عارف ان انا اللي وقحت حسن في الورطة دي وجاياك عشان اتطلعوا منها هو مش جد الناس اللي حواليه جدهم وزياد يا امه بس انا خايف عليها هي طلط ووقع في البركة اللي انا وقعت فيها عشان قده انا جيت لك ببقى في حاجة لازم تعمليها اقعد معك صح الله عليك يا امه بتفهميه هي طايرة يا واد انا اخي وزي البلد وماله بتولدي حبيبي وانا جاي عشان اكده انا عايز اقعد معك تشريف يا امه والله ايه امك اللي قلتلي عمل كده بس انت كده بتع ترفع نفسك انا لو كنت سكت كانت ريم موتتني ولو اتكلمت برضو تقضي عدم ها قلت ايه اعدام لا لا اعدام لا انا عايزة عيش انا كنت مخصوبة على الكلام ده وربنا شاهد على كده خلاص هتقولي ان كنت مخصوبة تقولي الكلام ده وفيه شهود مش كده ايه وايه وفيه شهود والبت مفيدة لا مفيدة مستحيل تقول كده دي مش بعيد كمان تقول انها شافتني وانا بكتله لا مش هتقول كده بتقول اكتر من كده كمان عشان هي عارفة ان انا سبب في خطف ولدها او انت كنت السبب ايه امك امك جوية جوية شهد كانت عايزة تموتني ايه امك خلقتني كانت عايزة تطلع روحي وجلت لصوفة روحتويها في ايه مطرح مسي ساتر ربنا انا الجاني عشان كده اخدتلي بيت كانت بتصرف علي كمان امك مش سهلة يا شهد ولا هي طيبة ولا الملاك اللي انتو شايفينها ده هاي يا حزن انا قلت برضو ان اللبنة مش هتفون عليك واكيد حتيجي عشان تجوادي معنا لا انا جاي عشان اتكلم معك انت يا سلام جوي جوي انفضلي انفضلي خير شوف يا حزن انا مرضيتش اتناقش معاك خالص في موضوع لبنة وانتا في بيتي فانا جاي كده بهدوق وبالروحة اخدها لاما والله لطربق البيت ده علي طب ومالو ده انا حتى بجا ساعت جوي هالأجل يا بجا عرفت ان في حد في البلد دي يقدر يجوا في قصادي ليه كده بس يا حزن ايوة انا حب الدخل النعمة دي بتكيفني بتخليني كده حن و وجلبي يهدى بس بيني وبينك انا حب كون الحريم جوي جري يا ابن عبدالحكيم طب كنت خليك على الخط الاولان شوي هالأجل كنت صدكتك بقولك يا عريم انا زي ما قلت لك جابلك ده انا حب يكون ليه يا بيت لحالي عايش فيه مع حريمي مالك كده وسط يوم عارف لو محرم كان عايش كان قتلك بجنت الله يرحمه ويحسن اليه كربه مرتي وانا دلوك رجل العيلة يعني عمل اللي انا شايفه الصالح وانت فاكر ان انا ضعيفة؟ فاكر ان انا هسكوت لك يعني يا حسن؟ ايوه وهتقول ليه ليه من اللي انت شايف في الصح يا حسن وانت مبسوطة وسعيدة كمان انت يا بغلى اللي برا عايزك تتبع عجلين وتوزع فتة ولحمة عايز كل بيت في البلد دي يا اخو الزفر خلي الناس تدعي لنا ما انت عارف دعوة الغلابة باب السماء مفتوح لها واحنا بنتمسح في رحمة ربنا عن اذنك عشان وراي شوقي شاهد بنتك جازداراتي كت عايزة منك ايه؟ شات وفطمطني على كل حاجة وقالتلي على اللي لازم نعمله عشان يطلع من هنا انا كنت عارفة ان شاهده مش هتصبني هتقف جنبي وتساعدني عشان تخرجني من المحنة اللي انا فيه يعني بص يعني تخرجنا احنا الاتنين بس خلي بالك ريم مش هتسكت وانا كمان خايفة مادلة يبدأ مع انك يعني نادلة وقللت الاصل وبعتيني بتلاتة عريفة بس اعمل ايه؟ او مصيري مرتبط بمصيرك يعني لو انت تعلقتي في حبل المشنق ده انا هتعلق في حبل المشنق اللي جمي هيا شاهد جلتلي انه مفيدة لازمة انت تقول ان نوري معذبتني علشان انا تقول كده عشنا وشوفنا مفيدة دلوقتي بقالها لازمة اللي منعرف لها اصل من فصل يلا ما هو لازمة يكون في شاهد لكل ده اوه يعني خلاص روحنا في قدين مفيدة تصدق دي؟ يعني ايه؟ هي مفيدة ممكن تقولها؟ ما حدش قدام القرش يقول لا خصيصها مفيدة دي؟ خربت الفلوس اللي بتعمله في الناس مهم شاهد جلتلي ان هي هترتب زيارة تجيب مفيدة نتجابل معها وانا ممكن اجس ميتها كده فهم فيها اللي انا مستغربة له مش قادرة فهم ازاي شاهد تيكت قبلك انتي الاول وما تقابينيش انا علعل انا عفض طمه انا مستغربة للبيت دي ماشي يا شاهد ماشي ماشي انتي السبب وكريمة دي مش لازم تخرج دي لازم تموت في السجن زي ما قلتلك يا ريمة ما تقلقش صدقيني هنلاقي حل زي كده بالزبط ما دخلنا حسن مستشفى المجانين ولبسناها المروان هنعرف برضو نقتل حسن وكريمة واحنا بعيد خالص